مرحبا بكم كل صراحة غادي نقول لكم بأنه مازال بزعف ديال المغاربة ما تيقينش بأنه جوج ديالشخصيات ليهو مسيح ابن بي بيوي وسيساعد النصيري رهم متابعين في حالة اعتقال شي حاجة للناس ما زال ما ستقواش كيهو ما يمكنش جوج ديالشخصيات كبار ينتمي وحل حزب كبير ليهو البام حزب ليهو تاني حزب داخل الحكومة بحقائب وزرية مهمة وجوج ديالشخصيات دياله الكبار تخلو للحبس متابعين في حالة اعتقال مع واحد افراد العصابة وكلهم متهمين يعني بتهم خطيرة جدا تتعلق بالتهريب ديال المخدرات بطبيعي الأموال بالتزوير بهم روينة كل هاتهم اللي كتدي الملاهي لها تمت لإدانة دياله العقوبات السيجنية تتروح بين عشرة واكتر من خمستاشر سنة بتي حاجة لا يتقبلوا هالعقل هاد مواقع الآن قد نقول لكم بانه حيث هاد جوجل شخصيات الكبار انه هما الاصبحوا يعني هما الشخصيات المحورية في هاد الملف يعني من ناحية يعني من الوزن ديالهم داخل المجتمع هما جوجل شخصيات سياسية عبد النبيبيو رئيس جهة الشرق باسم البطام مقاول كبير وساعد النصري رئيس مجلس اقليمي ولا مثل العمالة ديال دار البيضاء الكبرى رئيس الويداد الرياضي البيضاوي رجل اعمال الى اخره جوجل شخصيات عندهم واحد الوزن واحد تقل داخل هاد الحزب هاد هو اللي غدي نبيلكم الان بالملموس بطريقة رياضية بطخ أطلس بي كيفاش من بعد هاد الفضيحة كيفاش الحزب في حداته البطام اصبح الان توا حزب ضعيف حزب مهزوز حزب في ورطة كيفاش غدي خرج منها لنبغي نقول لك رهنا ما وقع وهاد شي المحاكمة اللي غدي تدوم سنين غدي يكون عنده هالأطار على حزب الأصالة والمعاصرة غدي نبيلكم شنو هاد الأطار وكيفاش يمكن حزب الأصالة والمعاصرة يقدر يخرج يمكن بهاد الورطة إننا إحنا اللهم لا شمتها وذكر مرة أخرى إنه الشخصيات اللي كانت تكلموا عليها تبقى بريئة حتى تتبت الإدانة دي لها وحزب الأصالة والمعاصرة اللهم لا شمتها ما بغيش هنا ما نبغيش يستشف من أقوالي بإنه إحنا بغينا نصفهم عشي حساباتي لأخيره وخاكل الناس اللي عنده مدلة عقلية إحنا نحلل الوضع السياسي قبل ذلك يمكن غير واحد أخبار متعلقة بالموضوع البارح خرج واحد البيان بالرأي العام الوطني دي الوكيل العام للمالك بمحكمة الاستيناف بالضر بيضاء تكلم عليها على هذه القضية جزي الملاحظات الملاحظة الأولى أنه يعني ما جابش حاجة جديدة يعني حدث وقت الجمعة في الصباح المتابعة في حل تعتقالي لأخيره يعني نيابة العامة تتلحد في الصباح باش تدير بيان تقريبا يومين من بعد جاء بيان متأخر وما فيش جديد علاش هالتأخير الله أعلم وحنا نيابة العامة نيابات العامة على في المملكة عودتنا مرارا أنه ميك يكون شي قضية عندها اهتمام دي الرأي العام الوطني ولا شي قضية كبيرة كتخرج يعني بيان في الوقتة دياله بعض المرة في الليل لحظاش ديالليل توصلت أنا ببيانات للرأي العام ديالنيابة العامة فعكس هاد المرة حتى الحد في الصباح يعني بدون ما تجيب شي حاجة جديدة هادي يعني تمنى أنه نيابة العامة مرة أخرى مرة أخرى أنها يعني تواكب الحادث في الوقتة دياله علاش قصد دياله في الوقتة ديالها وعلاش هاد شي مهم جدا تكون في هذه اللحظة باش تكون صد للإشاعات والأخبار الزائفة وانا أقول لكم في هاد الميل لفحدوا رأسكم لأنهم ما زال ما سمعتوا له ما زال غادي الإشاعات والفيك نيوز أخبار الزائفة غادي تبقى تنتشر في المرة شي واحد ترشيد صورة مع بي ولا مع الناصري ولا شي واحد من هادوك الأفراد المتابعين غادي بديو خرجوا في الصفحات في الواتساب ديوك هاتا وكان صاحبه يمكن معه هاتا وخص يديره مع التحقيق المهم غادي يكسروا الإشاعات وهذه طبيعة إنسانية وطبيعة للأسف تم مشهودة حتى داخل يعني الفضاء دي السوشيال ميديا الوطني قصنا الحربة ولهذا نتمنى وهذه رسالة لنيابة العمى أنها تكون حازمة باش تصدى لهذا الأخبار الزائفة اللي هي أخبار تهموا بتشهير الناس والإساءة إلى الناس الأبرياء هذه النقطة الأولى النقطة الثانية تهو بيان صدروا حزب الأصالة والمعاصرة صدروا وقعته السيدة فاتمة الزهراء المنصوري باسم المجلس الوطني ملاحظتين حول هذا البيان تهو مرة أخرى لم يأتي بجديد فقط تذكر بالمبادئ العامة أنه الحزب يحترم القانون أنه الحزب يتخف القضاء أنه الحزب يذكر يعني شخصياتي بأنه يبقوا برياح تتبت الإدانة ديالهم بأنه الحزب سوكة الطريقة ما من المفسدين بينما الحزب حزب النظار والقيام الآخرين فهذا الانشاء السياسي لما عندها معنى فقط من ناحية يعني إصدار البيان باسم فاطمة الزهراء المنصوري هذا نغمان مو وخاصة أنها قلت إصدرته باسم سوطن وليس سوطن ما اجتمعش ما عارفت على إصدرته لأنه بكل بسيطة أظن بأنه اللي كان يخصي خرج البيان هو أو لا يقع البيان هو رئيس الحزب سعب الطفوهبي ولكن أظن بأنه هذا الرجال اللي وقعت خلت بعد الناس هتفكر من الآن إلى ما بعد هذه الصدمة شفوا بأنه يمكن أن ألطفوها به ليس هو الشخصية الموفقة للإمضاء على هذا البيان أو لا للخروج لحديث على هذا البيان لعدة اعتبارات أنه السياسي تحرق أنه كمحامي تواقع إذا فعل شخصيات مهم في نقاش أنه يمكن الارتباط دياله الوثيق والكبير مع الشخصيات لا يؤهل ويمكن أن يخرج يتكلم على هذه القضية فهذا الشي اللي خلاله وحد السياسي يخلال الحزب أنه يرتقي أنه يخلي فاطمة الزهران المنصوري اللي ما لها من مصداقية ووحد صورة إيجابية يعني في المجتمع باسم هذا الحزب لذلك اللي يقول لك يقول لك البيان يقول لك ينشي ناس بحال فاطمة الزهران المنصوري هي عندها شوية مصداقية مقارنة مع الوهبي والوزراء الآخرين فهذا الشي اللي خلالها تخرج البيان في حد ذاته كما أقول لكم لا جديدة فيه ولا إضافة فقط لحفظ دماء الوجه بإنما الحزب يعني وخاو قال لي وقار الحزب واقف بحل لك يطمأنه شوية حتى المناطرين يعني ما تخافوش الحزب واقف إلى خير والحال وهذا هو الصلب بالموضوع دي لهذا الحلقان والحزب ما بقاش هو حزب الأصلة والمعصرة اللي كناك نعرفه الحزب الآن أصبح حزب ضعيف هاد القضية دي الباروناتس دي المخدرات المشتبه فيهم أضعفت الحزب زعزعت الحزب هزت الحزب شعلته في ورطة يعني بي لكم من هي هاد الورطة الآن نقطة الأولى دي الضوف اللي غادي تكون عندها أطار مش غير غادي مش غير في المشهد السياسي الوطني هاد 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 الرجل ورطة دي الحزب البام بعد ما وقع فغادي تضعفه أول داخل الحكومة ما بقاش هداك الأصل والمعصار اللي كناك نعرفوه به يتقل ضم ويتكلم مع أخ نوش بحالي كيتكلم ما نعرفت معه شكون يعني كانت واحد له قتال بام كان هو تاني حزب في المغرب يعني يقص الموقع داخل الحكومة يقص يكون هو التاني بعد حزب الأحرار وكي احنا كناك نشوفوا إنما كيتصرفوا الوزارة دي اللي بحاليه ما كيقولوا هو هو رب المقلى هاك نقوله في بركان هو رب المقلى والباترون أخ نوش من المرات كيتبلوك ما يقدرش تيهضر معهم كانوا كي يصلون ويجونون لداخل الحكومة هاد شي ما غادش يبقى اضعف البام داخل الحكومة وتانيا اضعفه في المشهد السياسي الوطني إن هاد هاد القضية تبعات ديالها المحاكمة ديالها ستدوم سنين هاد يوميا الرأي العام الوطني يتكلم على واحد جوج يالبام كبار دارو فعلو تركون محاكمات إلى آخره الشهود المستجدات الملفات إلى آخره المالايير طبيعي المخدرات المهم هاد يؤثر على البام وغاد ينبيه لكم إلا الدارة الانتخابات اليوم أو اللي حتى اللي انتخابات المقبلة هاد اللي كانت تاني يقدر يرجع السابع إلا ما تفركتش ما انتمنوا هالوش إنه يبقى حزب وطني خصوية عارف كيفاش يخرج من الأزمة هو الآن يعاني أزمة كبيرة خصوية عارف كيفاش يخرج منها وشكونوا همانا نقول لكم الشخصيات اللي يمكن يعاونوا الحزب إنه يعني يعفظ يعني ما تبقى من مصداقية ما عنده نقطة اللولة كما قلتكم ما نبقى الكمطاق A plus B علاش الحزب صافي ما بقاش كما من قبل أولا بيوي رئيس جهات الشرق كان هو رجل الطان في الشرق كانوا الخصوم دياله السياسيين كيضربوا ألف حساب وحساب البيوي باش يتقدموا اللي انتخابات في المنطقة الشرقية كانوا عارفين بينما يعني في مواجهة بيوي رام خسرين علاش هنا بيوي شخصية كانت نافدة في المنطقة الشرق شخصية قوية شخصية رجل أعمال كبير عنده يعني عنده الإمكانيات عنده نفوذ عنده الناس دياله داخل المنطقة مستعد يتدبر عليهم يعاونهم وهم بشتة طرق وهذا كيبن من خلال نتائج الانتخابية كانوا يضربوا للبيوي ألف حساب وحساب في جهة الأخرى من المملكة دار البيضاء الكبرى ما سيري تقلب إنه هو الدبل ديال بيوي من ناحية القوة من ناحية الحضور من ناحية النفوذ ومن ناحية وهات جوج ديال مناطق دار البيضاء والشرك كانت تعطي أعداد كبيرة كالطعام الحزب أعداد كبيرة من المنتخبين والنواب إلى آخره وكانوا بمثابة الجنحين ديال الطعام كانوا نقوي بهم رجال أمان نافدين إمكانيات كاينة منتخبين كاينين بتكل عليهم قابط فيهم من مشالك الآن بيوي ومشالك الآن النصري فاتشي غادي نعاكس كل وحد في المنطقة ديال ومي ما بقاش بيوي شكون غادي بقى يتقدم في البام تمامك شكون غادي يتكلم بنفس القوة شكون غادي يتفاوض بنفس القوة كما النصري كما بيوي فنقدر ونعطاله الآن بإنما هادوك الجنحين تهرسو ديال البام في الشرق وفي الدار البيضاء هذا غادي يغير المشهد السياسي والانتخابي في المنطقتين هاي النقطة اللولة ها هو ضعاف البام في الشرق وضعاف في الدار البيضاء ثانيا هادوك صحابين شكارة للتحقو بالبام لغرضين في نفسي عقوب إما بحثين عن الحماية ضنينا بإنه البام غادي يحميهم سمعوه بإنما البام يعني رقوي ونافيد وغادي يحميهم أو داخلين يضبروا على رأسهم مصالح فأول حاجة غادي يبقوا تشاهدوا من الآن غادي يبقوا ينسلوا واحد بواحد إن هاد الناس كيقول لك هاد البام اللي كنا احنا ظنين وإنما كيحمي ويدير وكلا وواصل ونافيد والفوق وما نعم شنو سمعوه بزاب ديال الهضراء كانت اتقال وفعلا كانت اتقال بزاب ديال بام را الفوق بام را واصل بام كيقول لك هاد هاد الحزب اللي ما احماش بيوي والناصيري اللي كانوا كيعتبروهم واصلين وبرونشيين والفوق وما نعم غادي يحميني يا لا اذا هاد الحزب اكلنا غالطين كانت غير الهضراء مشي صحيح مكان الفوق لا التحت يمكن التحت كتر من الفوق فإذا اما نصب علينا ولا احنا يكنا مغفالين تقنا الهضراء والإيشاعات ودخلنا لهذا الحزب فأول حاجة غادي يديرو غادي يدبرو على رصم فترك اخر هو في المنطق الاقتصادي يعني الطبيعي القانوني الشرعي يقولك الرأس ما الجبان يعني الفلوس يتبع مصلحته ما يتبع لا دي ولا جبان صغير فما بالك عاد بموالين الشكار الحرائمية وانا ما كنقولش بإنما حزب الصلاة في الحرائمية ولا في المفسدين ولا ما كنقولش ولكن كنقولي لا كانتش واحد شي واحد داخل تما واحد نية سيئة فضانا ان البام هو اللي غدي يحمي ويفتح له الأبواب الآن هاد الشي اللي واقع غدي يخرج يتبع سكة أخرى يقلب على باب أخرى وفعلا احنا سمعنا بزاف ديال المرات بعض الكلام الغير العادي اللي كانوا كيقدمونا فيه بعض الناس البام كحزب سياسي كنت تقسموها في الحمالة الانتخابية يعني في الصالونات راح حزب رامبرونشي حزب ديال الفوق واسحاب لك وهبير ولي يحكم راح الحزب ماشي ديال راح ديال الفوق الان بهد ما وقع اللي بيون نصري كيبان يعني اللي كان كانت وقعت اشارات الهضرات ديال الحزب ديال الفوق وديال كده عنده مالي لغير كانت وقعت اشارات بينما هاتش غيكذوب وبينما هاتش ماشي صحح وبينما هاتش الناس بعض الناس كانوا كيستغلوا هاد الهضراء يروجوا لها باش يقويوا وراسهم باش يجيبوا ناس باش يفرضوا اجندات باش يقضوا مصالح الى اخره وكانت اشارات بانما هاتش ماشي صحح ولكن اليوم بيوي والنصري يعني بانتي ولي واحد اللي ما بغاش يشوف بينما الكذوب في الكذوب كان هذه فطرة كبيرة سابقة كان حزبا عاديا غير شي ناس كانوا كيروجوا وللأساف احنا كان تيقو احنا كان عزيز علينا نسمعو الحزب البرونشي الحزب ديال الفوق الحزب ديال الكبار الحزب تأسيس دياله كان الهدف دياله اولا المشروع دياله كان نبيلا جدا وكان غادي تكون عندو اهل القيمة مضافة كبيرة للمغرب افكار محترمة كان يدفع على القيام مشروع اداتي في نفس الوقت في الدفاع عن الاصالة والقيم المغربية الاصيلة المهم كان واحد للمشروع اللي كانت عندو مكانة داخل المجتمع ولكن يمكن من نبدة الانتخابات وكأية انتخابات دايما تجيب لك ناس تجيب لك كائنات انتخابية ويمكن دخلوا الحزب اخترقوا الحزب انا انظم وهلو قيتها معينة بعض المؤسسين ديال هاد المشروع اللي كان غادي يكون مشروع كبير وعنده قيمة مضافة في البلاد شافوا بانما الوضع هو هداك ففضلوا انه يمكن ينسحبوا وبعض الاحيان ما كانت تشوف الوضع مزيان كان بعض المرات الواحد يقول نبعد نعتق احنا في التقافة والتقالية المغربية نقول يعني خسروا فارق يمكن رابح باش ما تشوهش تنتام على الناس اللي مشوهين وستعمرت الامور وكانت قليل الامور يعني دوز بسلام لو لأنه بعض الناس كائنات السياسية والانتخابية الدكية اللي عرفت بانه المغربة عزيز عليهم انك تبع لهم الوهم وتنصب عليهم يعني سياسيا وفكريا بفكرة الفوق رامبرونشي رامحز مسي دينا وأظن بأنه ناس قدوا غراض كالعادة هاتشي وقع يمكن في البطام كيوقف مجالة أخرى الناس نصبو باسم الملك كيوقف أخدم مع الشريف وكدا وكيجي وقدم ورسمو بتحال مرة كتشو الاعتقالات ومتابعات كيوقف نصاب نصابين باسم الملك وكان ينصب باسم الوالي وكان ينصب باسم العامل وكان ينصب باسم الوزير وكان أحزاب ينصبوا باسم أسماء ديال شخصيات في البلاد كتقدر توقع لا لا أسمي أنا أظن كنت كلمة أنا شي حاجة اللي معروفة ولكن ما كانت تقال شاكا على لنا لنبع جابتها المناسبة أنا كنقولها على الحزب هاد اللي كان غادي يكون حزب كبير بالمواقف دياله بالأفكار دياله بالقيم دياله بالبرامج دياله كبير واحد اللي وقتا يعني بالحالة اللي درت عليه غير بالإسم وبناس اللي روجوا لشي حويش اللي احنا كنا عارف لما شي صحيح ولكن الناس خصهم الدليل والناس عزيز عليهم يبقى دايما لاصق في الوهم إلا شي واحد كان كي يهضر كان كي ينصب باسم الفوق في هاد الحزب فهو كداب فهو نصاب والآن مواقع غادي يخلي هاد الحزب الآن بشكل رسمي والقضاء مشكور والأمن اللي دار خدمته مشكور الآن هاد الحزب هاد يرجع حزب عادي جدا وهاد الشي محمود راه المغرب مقبل على أوراش كبراء راه نحن كنتكلم على 2030 راه نحن كنتكلم على الشراكات مع إسبانيا والبرتغال وأوروبا والغرب والصين راه يبقى الله راه وزير خارجة روسيا كان هنا يا هدي وحي اليومين لثلث أيام راه يبقى الله دول الساحل راه نجي باش يديروا بوابة الأطلسي راه يبقى الله ناش زي يتصمر راه كيشوفوا مستقبل في هذه البلاد ما يمكنش المغرب يستمر بالنصابة والمفسيدين والغشاشين هذا اللي وقع راه كي نقول لكم راه نتمنى نتمنى بيوي والناصير يكون ظلمهم القضاء والله العظيم نتمنى يكون ظلمهم لو كانش حاجة أكتر ما هاد الشي نتمنى يكونوا مظلومين ولكن باش القضاء يتاخذ هذا الإجراء يعتاق الرئيزات الشرق ورئيس الدار البيضاء الكبرى راه ماشي شي حاجة راه ماشي سهل واش تعتاق وكان هاد الحزب الفوق وما نعرف شنه واش كان غادي وقع هاد الشي ورا تستروا عليهم هادش حال فهاد الشي اللي وقع اذا شيء محمود خلاصة القول وغادي يعطوها لأمل جديد المشهد السياسي المغربي والحياة السياسية المغربية الحياة السياسية محتاجها تشديد النخب هادي اشارة بانما النخب القدام ماشي محترم لأن النخب القدام ما رأتوه بزا في البلاد لكن هادر النخب القدام والحاليين الفاسدين اللي بغايدر يدبر على رأسه باسم السياسة غادي يجيبها فراسه هادي الرسالة لأولى دي المواقع نرجمع اللي بغا الفساد بشي يدبر ويتحمل مسؤوليته حزاب السياسية خصصها تبقى أحزاب نقية لأنها هي اللي كتساهم في التنمية دي لهذه البلاد هي وجهة البلاد ما يمكنش تكون عندنا أحزاب فاسدة ويتمنا تقول تكون عندنا دولة قوي ما يمكنش لأنها لباس فاسدة فاحنا محتاجين ناس أكفاء وهذا الشي اللي غادي يخلي لأنه حالوقتك تسمى وقد قلو علش المتقافي ما يدخلش للسياسة علش هادك ما يكفاء علش هادك ما يجيوا لك شأنها سيستام مسدود راني هادرت سيستام مسدود سيستام فيه ناس عندهم الفلوس عندهم نفود ينصبوه عليك فكريا وينصبوه عليك ماديا ليه بغيت تخصيصي وكعندك ذكرة الحزب رالي هاي الفوق برونشين عندك راي يديروا لك راي يدوك الحبص رأو الله سحب الترشيح ديالك ولا رك هاد يجيبها فرص كتير رك ما رأيش معا من داخل هذا رأي طام وصعب لك ولا هاد الهضرة كيف فهموها المنتخبون ويفهموها السياسيين في أرض الميدان ولكن باش نكون منصف أيضا بهذا الطام ولو انا ما قلت هدي رأي ما كانش غير بي وكان عنده أيضا منتخبون يعني في عمق الطراب المغربي اللي ما رأي متابعون كل واحد في الأخر ولكن هادو باش ما نكون منصف رأي ما كيش غير اللي في شخصيات متابعة ولا شخصيات كانت فسيدة تأحزاب أخرى تي حد الاشتراكي الحركة الشعبية الاستقلال كل شي كالأحزاب فالآن نتمنى بإنه الآن الناس غادي تشجعوا الناس اللي بغين يديروا السياسي الناس يبغوا الخير لهذه البلاد يدخلوا يخدموا رسالة تانية اللي بغي الفساد اللي بغي الحماية ولا يمشي يضبر على رسالة ترك السياسة مبقاش السياسة مبقاش كاتوكل الخبز قصنا وصلو لهذا الآخر السياسة ما داريناش باش نأكلوا بهالخبز غلا باش نحماموا بها راسنا السياسة دارينها باش اللي انه عندنا غير على البلاد خصنا نخدموا البلاد عندنا قيام عندنا أخلاق عندنا طموع خصنا نخدموا البلاد واشخصو يعني انا نظن بانه باش يعني الامر شوية معقد باش يعني ينسحب الطام من الحكومة ويخرجوا يبني ذاته من جديد ويعطوا حت الصورة جديدة على رأسه لانه غادي ينضر عند الصورة دي اللي بارهم غادي تنضر وماحدو المحاكمات جبادين ماحدو هذك شي نعكس اللي بنا للحزب ولكن الحزب قصو يبني ذاته بالانسحاب ولا من غير الانسحاب طبيعة الحالية لكن شي تعديل غادي يكونوش بجموعة دي الشخصيات اللي غادي يتغيرو انا نظن بانه المفتاح ديال التعديل انه يديروه على رأس هذي البطام واحد الشخصية عندها مصداقية الان كل يجمع بانه هاد فاطمة الزهرة المنصورة هي على الاقل من بين القلائل القيادية القلائل اللي باقي عندها واحد نصيب من المصداقية ومعروفة عليها واحدة شخصية يعني يعني ديال الشعب عندها مخلقة مثل جموعة من القيام كتدفع عليها في العمل دياله في مركش ولا في المستوى الوطني شخصية مقبولة شخصية اللي يمكن تدير هاد يعني تاخد الامور تاخد الرئاسة ديال الحزب وتشرف على هاد المرحلة الانتقالية ديال اعادة تأهيل الحزب من جديد وتصفيته وتنظيفه وتنقيته واحنا محتاجين الحزب البطام نقول لكم علاشنا حزب البطام بغض النظار على شي مفسيد ولا اخر فيه ناس مناضلين شرفاء وناس مناضلين تاقوا في المشروع اللي تطرح في اول امر فوقتها ديال التأسيس ونضموا لهاد الحزب وكانت عندهم منية حسنا باش يخدموا هاد الحزب كان لي مشا لي اس كان لي كي اي تديسيو ولكن باقي الناس باغين يخدموا هاد الناس عندهم مكانة وما اللي تشتاغل بهم فاطم او لا تشتاغل معاهم فاطم الزهراء المنصوري وهي بينظن مشا ما غادش نتكلم عليه احنا محتاجين ما محتاجين الناس شعبويين ليغوة ولا يحشي الهضراء ولا يبقي مهم احنا محتاجين الناس لارزان فاطم الزهراء المنصوري اقولها بكل صراحة وانا معا مرة لقيتها تسيدة وما كان عارفها شو تسلم سلمتش عليها معا مرة لقيتها في حياتي ولكن انا متتبع الشيء السياسي كان يقول بانما هاد المراهي الوحيدة الكفيلة بيعطاء واحد النفذ الجديد لحزب الاصلة والمعصرة فانتمنوا الخير للجميع واقولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم اتمنوا الخير للجميع واتمنوا الخير لبلادنا واعيد اقولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم اشتركوا في القناة